اسم الدرس تقديم خبر الناسخ على اسمه نحن نعرف أن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر وأنه حين تدخل على الجملة الإسمية نواسخ فعلية أو حرفية يسمى المبتدأ اسم الناسخ ويسمى الخبر خبر الناسخ واحد النواسخ الفعلية كان أصبح أضحى ظل أمس بات صار ليس ما دام ما زال ما برح من فك ما فتئ وهي تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها مثل كان التلميذ مشتهدا كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح ناسخ فعلي التلميذ اسم الناسخ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره ومجتهدا خبر الناسخ منصب بالفتح الظاهرة في آخره اثنان النواسخ الحرفية إن أن كأن لكن ليت لعل وهي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها مثل إن التلميذ مشتهد إن ناسخ حرفي التلميذ اسم ناسخ منصوب بالفتح الظاهرة في آخره ومجتهد خبر إن مرفوع بالضم الظاهرة في آخره كيف يتقدم خبر الناسخ على اسمه يتقدم خبر الناسخ على اسمه إذا كان شبه جملة جارا ومجرور أو ظرفا مضافا ومضافا إليه وكذلك يجب أن يكون اسم الناسخ ناكرا يتقدم خبر الناسخ على اسمه إذا كان جار ومجرور مثالا عن ذلك إن في الدار زيدا إن في قاعة الدرس أربعين طالبا يتقدم خبر الناسخ على اسمه إذا كان ظرفا مضافا ومضافا إليه مثال عن ذلك كان عندك زيدا إن فوق الطاولة كتابا استنتاجات إذا تقدم الخبر على الاسم يشترط في ذلك أن يكون اسم الناسخ ناكرا ويكون الخبر جرا ومجرورا أو ظرفا مضافا ومضافا إليه اسم هذه النواسخ يكون إما ظاهرا وإما ضميرا خبر هذه النواسخ يأتي اسما مفردا أو شبه جملة التمرين الأول أسطر الجمل الإسمي المبدوء بناسخ وأقمل الجدول الموالي كأن الرعب معشش في قلوبكم إن الإيمان بالله جدير بأن يتحض الخوف ويزرع التمأنينة يا أبي لقد كان لصوت الرعد زلزلة تصم الأذنين وكان للرياح عواء شديد ومخيف وإن الجو مرعب فلا يضيق صدرك بما أصابنا من ذعر الناسخ اسم الناسخ خبر الناسخ الإجابة الناسخ كأن اسم الناسخ الرعبة خبر الناسخ معشش الناسخ إن اسم الناسخ الإيمان بالله خبر الناسخ جدير الناسخ كان اسم الناسخ زلزلة خبر الناسخ لصوت الرعد الناسخ كان اسم الناسخ عواء خبر الناسخ للرياح الناسخ إن اسم الناسخ الجوى خبر الناسخ مرعب التمرين الثاني أدخل على الجمل الآتية ناسخاً فعلياً مستعيناً بما ورد بين قوسين السماء صافية في الماضي التقس بارد بعد أن كان حاراً البحر هائج الاستمرار الريح قوية النفي الإجابة كانت السماء صافية أصبح التقس بارداً ما زال البحر هائجاً ليست الريح قوية التمرين الثالث أغير محل اسم الناسخ بالتقديم أو التأخير وأغير ما يجب تغييره الجملة الأصلية كانت فوق المائدة مزهرية إن للكتاب فوائد عديدة لعل الغيوم في السماء الجملة بعد التغيير الإجابة الجملة بعد التغيير كانت المزهرية فوق المائدة إن فوائد عديدة للكتاب لعلّا في السماء غيوماً ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقر